ما بعد 2003 لم يصل زخم التنافس على منصب رئيس الجمهورية بحجم الحاصل بعد انتخابات تشريم المبكرة لكن ما غيرته الرئاسات الثلاث قبل استحقاق تشريم من شكل ونوع ومضمون سيما بأنجزته حكومة مصطفى الكاظم وأحدثت في بغداد ما كان معهودا عنها في الماضي من علاقات دبلوماسية وسياسية تحسب في رصيد إنجازات رئيس الجمهورية برهن صالح إنجازات لم تغب عن أذهان السياسيين ولا الحراك العراقي عندما صنع الثنائي صالح والكاظمي إنجازات كبيرة تمخض عنها العديد من النجاحات سواء الانسحاب الأمريكي المقاتل في العراق والتعاون العربي والدولي أو محاربة الفساد والتراهل الإدارية اليوم قد اقتربت ساعة الصفر لتحديد رئيس الجمهورية الجديدة يشتد تنافس وفق المعطيات الأخيرة في العملية السياسية العراقية والتي على صوت الوطنية فيها أكثر من أي وقت مضى واتضح جيدا أن السياسي العراقي يريد لبغداد أن تكون صاحبة القرار السيادي في صناعة ركائز الرئاسات الثلاثة وبعد إعلان مجلس النواب وفق الدستور وتوقيته فإن الستة وعشرين مرشحا اعتمد منهم خمسة وعشرون تقدموا لتنافسه على منصب رئيس الجمهورية وهم ينتظرون على باب قصر السلام لمعرفة الفائز منهم في كرسي الرئاسة التنافس الذي يبلغ أشده بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رأى أنه لا بديل عن برهم صالح والديمقراطي الكردستاني الذي قدمه الشيار زيباري مرشحه للرئاسة كلاهما الأكثر حظا من حديث المجالس السياسية في البلاد ومع اقتراب الحسم فإن حظوظ برهم صالح تكاد تكون الأكثر قوة بفعل إنجازاته التي قدمها للبلاد طيلة فترة رئاسته للجمهورية وفي حال تم التصويت في السابع من الشهر الجاري فإن العراق سيكون قد أنجز مهمة رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية وتبقى المعادلة الأصعب التي تتمثل بصناعة الحكومة الجديدة